مساء الخير عدوان أمريكي مزود بخاصية العلم والخبر وميزته أنه يأتي لمرة واحدة من دون اتباع الأجواء الحربية المفتوحة هو عدوان تعلم به المنطقة تتبلغ به دول حليفة تحيد فيه إيران ويحطاط العراق ويتخذ الأردن تدابيره ويتم اللعب الحربي الأمريكي على الأرض السورية وحدودها العراقية أغرب رد من نوعه للولايات المتحدة الأمريكية التي ثأرت لجنودها الثلاثة بدربة نصف ساعة اخترقت فيها أمريكا سيادة بلدين عربيين وحرصت القيادة الوسطى الأمريكية على الإشارة إلى أن الضربات نفذت بطائرات انطلقت من الولايات المتحدة وهي بذلك تبرق إلى دول المنطقة بأننا لم نستخدم قواعدنا العسكرية على أراضيكم فلا داعي للرد والرسالة الأمريكية الأكثر فعالية كانت سياسية إذ حرص المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي على القول إننا لا نسعى إلى حرب مع إيران وشدد على أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة العراقية قبل تنفيذ الضربات الانتقامية وجاءت مواقف الرئيس جو بايدن لتضع نقطة على آخر السطر وتؤكد أن أمريكا لا تسعى لصراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم وفي النقاط تعادلت أمريكا وإيران عبر المواقف وأعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده لن تبدأ حربا لكنها سترد على كل من يحاول أن يستأسد عليها مضيفا أن الأمريكيين يؤكدون أنهم لا ينون الدخول في صراع مع إيران في حين كانوا سابقا يقولون إن الخيار العسكري هو المطروح أمامهم وسواء إيران أم أمريكا فأن الطرفين يتجهان إلى أولويات تفرض نفسها مع بدء نزول المعسكر الإسرائيلي عن تضاريس غزة ودخول الرئيس الأمريكي في حرب انتخابية تستنزف طاقاته حتى نوفمبر المقبل ويشرف بايدن على صفقة غزة من خلال إفاد وزير خارجيته أنتوني بلينكن إلى المنطقة وإسرائيل مع توقعات بإنجاز المهمة خلال أيام وقد وصفت صحيفة دعوت أحرنوت المفاوضات بالصعبة وقالت إن إسرائيل تتوقع أن ترد حماس الأحد على الصفقة المقترحة وفي أول تعليق يحمل الإيجابية قال القيادي في حماس أسامة حمدان إننا منفتحون على أي مبادرات ونحن نتناقش مع شركائنا من الفصائل في غزة وردنا يستند على وقف الحرب وانسحاب إسرائيل ويبدو أن لبنان تبلغ باقتراب الاتفاق وبأن الهدنة سوف تنعكس تلقائيا على الهدوء في الجنوب وذلك بعد عن تريات إسرائيلية ادعت فصل غزة عن جبهة الشمال وهي مجرد تهديدات لا يقوى الإسرائيلية على تنفيذها لأن لديه ابتلاء تسعين ألف مستوطن هجروا الشمال ونزحوا إلى قلب إسرائيل كما أن جبهاته لا تزال مفتوحة في غزة وألويته العسكرية تتراجع وتنسحب عند كل إخفاق ومواجهة مع المقاومين واليوم رد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على تهديدات إسرائيل وقال نحن في الميدان إن اعتديتم ردينا عليكم وإن وقفتم جانبا ندرس كيف نتصرف مع هذا الوجود بالطريقة المناسبة وإذا فكرتم في إعادة المستوطنين بتصعيد الحرب فهذا يعني أنكم تفقدونهم أي أمل بالعودة وسيظل لبنان ساحة استقبال ووداع فبعد البريطاني والهنجاري والألماني والأوروبي والأمريكي والفرنسية الأولى يصل الفرنسي الثاني حيث جولت وزير الخارجية الجديد ستيفان سيجورني مطلع الأسبوع وكل هذه الوفود تزرع في الأراضي اللبنانية غرسة القرار 1701 والمطالبة برعايته وتطبيقه ومع أن الوزراء الغربيين يصلون إلى لبنان بعد الطواف في إسرائيل لكن أي منهم لا يفاتح دولة العدو بالالتزام فإذا طبقوا طبقنا لكن لبنان لي يعطي العدو شبكة أمان بالمجان ويهديه خطا أزرق جديدا ويمنحه منطقة عازلة ستقدم من قرى أهل الجنوب الأمامية بنود هذا القرار الدولي ترجمة نانسي قنقر